يأتي تصاعد الخلاف بين كل من السعودية والإمارات حول ملف إنتاج النفط في أوبك ليصلط الضوء على التصدعات العلنية الجارية في علاقة البلدين بعد سنوات مما يمكن وصفه بحالة من الوحدة والتعاون الاستراتيجي في عدد من الملفات كحرب اليمن ومقاطعة قطر ومحاربة قوى الإسلام السياسي ودعم ما يسمى بالثورات المضادة وتجدت الخلافات بين الرياض وأبوظبي حول عدد من القضايا تشمل إنتاج النفط والتطبيع مع الاحتلال وطريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد حيث كان قرار السعودية منع السفر من وإلى الإمارات بسبب وباء كورونا حلقة جديدة ضمن هذا التوتر بين البلدين كما أعلنت السعودية عن تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج في إجراء تعتبر الإمارات المتضررة الأكبر منه حيث يستبعد القرار السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من أي امتيازات جمركية تفضيلية وسحبت الإمارات في عام 2019 معظم قواتها العسكرية من اليمن تاركة السعودية وحيدة في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدلومين من إيران ثم اشتبكت القوات الانفصالية الجنوبية المتحالفة مع الإمارات مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية وفي حين قبلت الإمارات الجهود التي قادتها السعودية لإنهاء الحصار المفروض على قطر إلا أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة وتقارب السعودية مع تركيا فيما أثار لقاء خالد مشعل على قناة العربية التساؤلات حول حقيقة بوادر سعودية للانفتاح على حركة حماس بما يخالف نهج أبوظبي وبالمثل أثار احتضان الإمارات للكيان الصهيوني في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي تحفظات من السعودية كما كان التعامل المختلف مع وباء كورونا مصدرا للإحباط في كلتا الدولتين حيث لم تتعرف السعودية باللقاح الصيني الذي تعتمد عليه الإمارات على نحو كبير من أجل الوصول إلى التلقيح الشامل كما ينظر إلى تهديد السعودية بوقف إبرام العقود الحكومية مع الشركات متعددة الجنسيات التي لم تنقل مقره الرئيسي في المنطقة إلى السعودية على أنه هجوم ضمني على دبي التي تتمركز فيها غالبية مقرات تلك الشركات فهل يكون هذا الخلاف بين البلدين الحليفين سحابة صيف أم أنه يتجه لمزيد من التصعيد؟